في أول تعليق له بعد مغادرة المستشفى إثر إصابته بأزمة صحية عاد المنتج بحريني محمد الترك لتدوينات عبر حسابه الشخصي بمنصة أنستغرام واستعانى محمد الترك بحسابه على أنستغرام بفيديوهات الإعلامي مصطفى الأغا وأرفق الفيديوهات التي شاركها على شكل ستوري بعبارة والله تعبت من أولاد الحرام وختم محمد الترك تدوينته بأتركونا نعيش بسلام وهي تدوينة التي سابق أن شاركها خلال الأسبوع الجاري رغبة منه في لمش ملمع زوجته الفنانة دونيا باطمة واختارت والدة الفنانة دونيا باطمة حسابها على موقع تواصل اجتماعي انستغرام من أجل تمرير رسالة لمحمد الترك وتوضيح أمور بنسبة للمتابعين وذلك من خلال نشر فيديو حول الانتقام علقت عليه قائلة الانتقام هو أنك تضرد لأداك من حياتك الانتقام مش أنك تؤذل لأداك لا الانتقام الحقيقي أنك تضرد الناس لأداتك من حياتك وتحرمهم من وجود شخص سوي صادق متربي بيحب الخير غيره وده يكون أقصى عقابه ممكن تعاقبهم به أما الشتيمة والشوي صورتهم ومحاولة رد الأدا بالأدا ذي تصرفات الناس نقصة لشبههم لكن إحنا انتقامنا هيكون حرمانهم من وجودنا وذي هي الخسارة الحقيقية لهم واللي مع الوقت حيفهمها وحيندم عليها أشد الندم ترجمة نانسي قنقر